اشتركوا في القناة وكل الأضايا بازت وأصبحت باطلة هل ده منها القانوني صحيح؟ لا علاقة له بالقانون يعني عايزة وضح بس نقطتين أو عدة نقاط أساسية مرتبطة بهذا الأمر الأمر الأول حتى لو افترضنا جدلا أن مكان الاحتجاز غير قانوني بالمرة هذا لا يؤثر إطلاقا على لأنه ليس إجراء من إجراءات الدعوة الإجراءات التي يلحقها البطلان هي إجراءات الدعوة الاحتجاز صحيح يجب أن تتوافر فيه مواصفات معينة في المكان وفي التعامل مع المحتجز وفي الرعاية الخاصة بالمحتجز لكن ليس إجراءا من إجراءات الدعوة البطلان يلحق إجراءات الدعوة ولا يلحق أمر آخر مكان الاحتجاز لا علاقة له بإجراءات الدعوة لأنها افترض أن المتهم بوشر عليه تعذيب أقصى أنواع المعاملة والتعذيب يبطل كل شيء فإن الإجراء المستمد فقط من التعذيب إذا ترتب على التعذيب اعتراف فهو الذي يبطل وكل ما يترتب عليه باطلا أما إذا كانت الأدلة مستمدة من شهادة شهود لا علاقة لها بإجراء التعذيب فهذا طبعا يعاقب من مارس التعذيب يعاقب من مارس التعذيب بس ما يقولش إذا موكل يتعذب يبقى القضية بازت فقط في حالة ما إذا ترتب على التعذيب اعتراف المتهم وكان الاعتراف هو الدليل الوحيد في هذه الدعوة أو الاعتراف مع أدلة أخرى الاعتراف يستبعد ويستند إلى الأدلة الأخرى فالكلام ده لا علاقة له بالقانون على الإطلاق ما كان الاحتجاز الأمر الثاني بقى أنه مين اللي قال إن الاحتجاز غير قانوني في أي مكان أيا كان في أي مكان يجب أن يتوفر في المكان من ناحية قانونية أخذا في الاعتبار زي ما قلت أنه مكان الاحتجاز ليس إجراءا من إجراءات الدعوة وبالتالي لا يرتب بطلانا حتى ولو كان غير قانوني يعني فكرة التهليل والتعلق بأنه لا إذا ما كان الاحتجاز باطل تبقى كل الأضايا باطلة لا ليس صحيحا نصر بتكلم عن البطلان يا أستاذ وائل يعني كلام واضح يعني في القانون المادة 331 يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري بإجراءات الدعوة إجراءات الدعوة اللي هي بتقود إلى الحكم في النهاية هذا ليس إجراءات الدعوة نيدي بعد كده بقى هل هذا الإجراء كان صحيحا أو غير صحيح من ناحية القانونية أو الاحتجاز كان صحيحا أو في مكان ملائم أو غير ملائم القانون السجون هو اللي بنظامها على فكرة والدستور أيضا في نص يعني في نص المادة 55 أعتقد من الدستور إنه كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حرياته تجيب معاملته بما يحفظ عليه كرامته إلى آخره ولا يجوز تعذيبه إلى آخر ذلك وتلتزم الدولة ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك مخصصة لهذا فيش مشكلة يعني ما حددش إيه المكان لا ما حددش يجي بقى قانون السجون يقول إيه السجون هي أربعة أربعة أنواع الليمانات وسجون العمومية وسجون المركزية وسجون الخاصة اللي تنشأ بقرار من رئيس الجمهوري وحدد متى يحتاجز الشخص في سجن عمومي اللي هو المحكوم عليه ومتى يكون في الليمان ومتى يكون في سجون المركزية إلى غير ذلك المادة واحد مكرر بتقول إيه يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب هريته على أي وجه من في أحد السجون المبينة في المادة السابقة أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية يعني وزير الداخلية ممكن محدد مكان مختلف تماماً عن السجون المتعارف عليه طالما إن هذا المكان متاح لرقابة النيابة العام برضو نعود ونقول حتى لو في ثكنة عسكرية حتى يعني حتى لو في ثكنة عسكرية تعال بقى يعني ناخد المسألة من أصولها نحن مش كان معلنة حالة الطوارئ آه في ذلك الوقت وحالة الطوارئ تبيح اتخاذ أي إجراء مخالف للقواعد العادية للقائمة حتى مخالف لقنون السجون طالما أنا عندي حالة ضرورة بتهدد أو في خطر يهدد كيان الدولة ذاتها فليس هناك ما يمنع من انتخاذ إجراء مخالف للقواعد العادي ده يعني بأمانة شديدة وأرجع وأقول تاني إنه حتى لو كان المكان مخالف للقواعد المقررة قانوناً فإن هذا لا تأثير له على إجراءات المحاكمة يعني عشان النغمة الحقيقة السائدة الآن من قبل جماعة الإخوان ومن قبل القنوات التي تعبر عنها إنه المكان باطل تبقى كل المحاكمات باطلة لا مش أي شيء باطل يؤدي إلى بطلان إجراءات المحاكمة وإنما ما يترتب على الإجراءات لازم يكون إجراءات من إجراءات الدعوة مبدئياً وحتى حدك بتقول وقتها كانت حالة الطوارئ الطوارئ تبيحه كل شيء تبيح إنه يمكن حجز الرئيس المعزول محمد مصر وفي هذا توقيت الحساس اللي فيه ثورة مشتعلة وجماعة تهدد بحرب أهلية يعني يمكن اتخاذ إجراءات إدارية مخالفة ما هي لما يكون كيانة الدولة كله بيتهدد بالخطر فيمكن الخروج على القواعد العادية مهدياً فلسفة حالة الطوارئ عندما تعلن حالة الطوارئ يكون الأمر كذلك لكن برضو أكرر وأعيد إنه هذا ليس إجراء من إجراءات الدعوة ولا يتعلق به البطلان إطلاقاً البطلان بيتعلق بالإجراءات الجوهرية ترجمة نانسي قنقر